موسيقى السيدات والسادة أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة حضر موت والبداية مع أبرز العنوين رئيس الجمهورية يهلئ المرأة اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة محافظ حضر موت يكلف مديرا عاما لمديرية دوعا ونائبا لمدير عام صندوق تنمية المهارات فرع حضر موت ومديرا عاما لمطار سيئون الدولي المحافظ بن بريت يلتقي قيادة مؤسستي الأمل الثقافي الاجتماعي النسوية والصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الجوازات تعلن البدء برسوم الجوازات الجديدة في جميع السفارات لقاء تربوي يناقش سير العملية التعليمية بمديرية المكلة حفل خطابي بالمكلة احتفاء باليوم العالمي للمرأة نجاح أول عملية لترميم الرباط الصليبي في ساحل حضر موت أهلا بكم هلأ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية المرأة اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به سائر البلدان في الثامن من مارس من كل عام وقال فخامته أن نضالات المرأة اليمنية في مسيرتها النبيلة لنيل حقوقها قد توجت أخيرا في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي خصص مئة مادة من مواده للحديث عن المرأة وحقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية وغيرها والذي يعد انتصارا حقيقيا لحقوق المرأة وأكد رئيس الجمهورية أن حقوق المرأة اليمنية في ظل مخرجات مؤتمر الحوار ستكون عاملا تحفيزيا لدور وشراكة أوسع للمرأة في المجتمع والدولة وسنعمل بشكل دؤوبا على تطبيق هذه المخرجات وتحويلها إلى وقع ملموس وأضاف كما لا أنسى أن أحيي بوجه خاص أمهاتي وزوجاتي وبنات الشهداء والجرحة والمعتقلين اللواتي يكابرنا ويصابرنا في ظل هذه الظروف وإنني على ثقة أن الفرج قريب وأن المستقبل الأفضل والأجمل آتن لا ريب فيه يحمل كل بشائر الخير لكل اليمنيين رجالا ونسان أصدر محافظ حضر موتا لواء الركن أحمد سعيد بن بريك القرار رقم 83 لسنة 2017 قضى بتكليف الأخ أحمد عمر باموعز مديرا عاما لمديرية دوعا وأصدر المحافظ بن بريك القرار رقم 84 بتكليف الأخ معاذ عبدالله هادون العطاس نائبا لمدير عام صندوق تنمية المهارات فلع حضر موت كما أصدر محافظ حضر موت القرار رقم 85 لسنة 2017 قضى بتكليف الأخ علي سعيد باكثير مديرا عاما لمطار سيئون الدولي أشهد محافظ حضر موتا لواء الركن أحمد سعيد بن بريك بإسهامات وأدوار وأنشطة مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية التي تشكل أنموذجا للعمل النسوي في الجوانب الثقافية والاجتماعية والتنموية كما أثنى على جهود مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين في مساندة ودعم وتشجيع الطلاب المتفوقين والمتميزين في التعليم الجامعي وأشار خلال لقائه بالمكلة قيادة مؤسستي الأمل والصندوق الخيري بدور مؤسسة الأمل آبان الحرب من خلال توفير إيواء للنازحين من المحافظات الأخرى فشكلت بذلك حضر موذجا في العطاء والاحتواء للمواطنين الذين توافدوا عليها من مختلف المحافظات داعيا المنظمات والمؤسسات الخيرية الفاعلة بالمحافظة الاهتمام والمساهمة في قضايا المجتمع والارتقاء بمستوى الفرد خصوصا شريحة النساء والعمل على تثقيفهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهن للعمل والإنتاج واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الأمل الدكتورة أبها بعوظان عن إسهامات ورؤية المؤسسة نحو تطوير والبناء المجتمعي لمختلف الشرائح منوهة إلى مشاريع تنموية مستقبلية بصدد تنفيذها من ضمنها مشروع برنامج أشتكي والذي يعد الأول على مستوى الجمهورية والثالث على مستوى العالم العربي وهو عبارة عن خدمة إلكترونية وحلقة تواصلا بين المواطن والمسؤول والغرض منه توفير الجهد والوقت لإيجاد الحل السريع لمشاكل ومقترحات المواطن في مختلف المجالات كما استمع المحافظ من المدير التنفيذي لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين سلاف الحانشي إلى جهود مؤسسة الصندوق الخيري في دعم ومساندة الطلاب المتفوقين والذي شهد تخريج الآلاف من الطلاب المتفوقين من جامعة حضر موت والجامعة العربية والأجنبية وفي نهاية اللقاء قدم درع مؤسسة الأمل ودرع مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين للأخ المحافظ عرفانا بجهوده في دعم قضايا المرأة والطلاب وجه محافظ حضر موت لواء الركن أحمد سعيد بن بريك بتنفيذ حملة واسعة للقضاء على الكلاب الضالة التي تشكل خطورة على السكان وتهدد سلامتهم كما وجه صندوق النظافة والتحسين بتنفيذ حملة نظافة شاملة لإزالة أكوام القمامة المكدسة في الأماكن العامة ومداخل الإدارات الحيوية في إدارة الهجرة والجوازات وخور المكلة والأحياء الشعبية في مدينة المكلة والتي تم مسحها من قبل الفرق الميدانية المكلفة من المحافظ بالنزول إلى شوارع وأحياء مدينة المكلة أعلن مدير مصلحة الهجرة والجوازات الأستاذ محمد الرملي عن بدء سريان الرسوم الجديدة لتجديد الجوازات لفئة الطلاب بداية من اليوم في جميع سفارات اليمن وفي هذا الصدد أعلن سفير اليمن في ماليزيا الدكتور عادل بحميد بدء السفارة اعتماد الرسوم دون إضافة أي مبالغ مالية على التجديد ناقش لقاء عقد بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر مود سير العملية التعليمية في مديرية المكلة وأكد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر مود جمال سالم عبدون خلال لقائه قيادة العمل التربوي والتعليمي بمديرية مدينة المكلة ومديري الإدارات المدرسية لمدارس الشافع للبنين والبنات وصلاح الدين الأيوبي بمنطقة فوى جول الزقاق أكد على ضرورة وضع اللمسات الفنية والتعليمية والإدارية لبدء تدشين الدراسة بمدرسة صلاح الدين التي ستدخل الخدمة التعليمية خلال اليومين القادمين مشيدا بدعم محافظ حضر مود أحمد سعيد بن بريك للقطاع التربوي والتعليمي وما ستشهده مديريات المكلة وغيل بوزير والشحر من افتتاح لجملة للمشروعات التربوية والتعليمية الجديدة وافتتاح يعدات الصحة المدرسية وتكريم الانخرجات من برنامج معلمات الريف المديرية دوعا داعي للإدارات المدرسية بمحور فوى إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون المثمر لتسهيل عملية انتقال التلاميذ والطلاب إلى المبنى الجديد لمدرسة صلاح الدين بمنطقة الزقاق بفوى نظم مركز المرأة للدراسة والبحوث بجامعة حضر موت حفلا خطابيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس تحت الشعار المرأة في عالم المتغير تناصف الكوكب خمسين في خمسين بحلول العام الفين وثلاثين وفي الحفل الذي شاركت فيه عدد من القطاعات النسوية بمحافظة حضر موت أكد الدكتور هادي الصبان القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حضر موت للدراسات العليا والبحث العلمي اهتمام الجامعة بالمرأة بوصفها أساس الأسرة والمجتمع مشيدا بجهود مركز المرأة في تنفيذ المناشط العلمية والبحثية والاجتماعية الهادفة وتمعية الكادر النسائي مشيرا إلى أن المرأة في جامعة حضر موت تمثل خمسين بالمئة من الطاقة الاستيعابية للطالبات في جميع الكليات من جانبها أشارت الدكتور أحلام بن بريك مدير مركز المرأة للدراسات والبحث بالجامعة إلى جملة المناشط التي ينفذها المركز بهدف خدمة المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعلميا للمساهمة في خدمة المجتمع وهنأت كلمات لمدير إدارة تنمية المرأة بديوان حضر موت علي عمر الحامد ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة بحضر موت فائزة بمطرف والباحثة إيمان الأحمد هنأت المرأة بالثامن من مارس الذي تحتفل به العالم عرفانا بمكانة المرأة في المجتمع مشيدات بدعم السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة للمرأة للقيام بدورها وتفعيل مساهماتها في تنمية المجتمع وجرى في الفعالية إقرار تشكيل لجنة لجمع البيانات عن قضايا المرأة في كافة المجالات أجرى الطبيب الروسي فاليري أندرونيك استشارية العظام والمفاصل بالمكلة عملية ترميم الرباط الصليبي لرجل يبلغ من العمر 47 عاما كللت بالنجاح وكانت الأولى من نوعها في سحل حضر موت وأوضح الدكتور فاليري أندرونيك أن العملية التي استغرقت ثلاث ساعات تمت بنجاح وبإمكان المريض أن يزاول حياته بصورة طبيعية هذا وسند الطبيب الروسي طاقم جراحي حضرمي أقامت رابطة نساء بعيون شبابية بالشراكة مع مؤسسة رانيم وبتمويل من سيفر وولد مناظرة شبابية بالمكلة تحت شعار الشباب رواد السلام بمشاركة نخب شبابية في المجالات الحقوقية والسياسية والإعلامية جرى في المناظرة استضافة الأخوة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضر موت الجامع وتم في المناظرة محاورة الشباب حول إحلال السلام والتعايش السلمي وإيصال رسالة سلام بأن حضرموت تعد نموذجا ناجحا في التعايش السلمي وتقريب وجهات نظر الشباب وإيصال رسالتهم لمؤتمر حضرموت الجامع كما جرى في المناظرة تصحيح بعض المفاهيم الخاصة بمفهوم السلام والتعايش والتجديد على أن تكون مفاهيم السلام والتعايش والأمن حاضرة بقوة في جميع الفعاليات السياسية وركيزة أساسية في أجندة مؤتمر حضرموت الجامع وناقش المجتمعون قضايا المرأة وحقوقها مهنئين إياها بمناسبة الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة ومؤكدين أهميتها إلى جانب الرجل في عملية البناء والتنمية وتم التأكيد في المناظرة على أن أهمية التحاور والتعايش السلمي في حضرموت بوصفه وسيلة مهمة لمجتمع حضاري خالي من النزاعات والصراعات سعادتنا تتعظم اليوم عندما يكون هذا اللقاء في اليوم الثامن من مارس وهي ذكرى مجيدة ذكرى اليوم العالمي للمرأة الأخت الرفيقة الزميلة البنت الأم نتوجه بالتهنية لأمهاتنا وأخواتنا في هذا اليوم والذي يؤكد أن المرأة هي شركة الرجل في كل شيء شركته في التعايش السلمي شركته في خلق مجتمع آمن شركته في التربية شركته أيضا في صنع مجد هذا المجتمع هذه المناظرة استضفنا في مؤتمر حضرموت الجامع يحاوروا مجموعة من الشباب أبناء حضرموت عن آليات المؤتمر في حلال السلام سواء كان بمنطقة حضرموت أو خارج منطقة حضرموت في الإطار البيئة المنحيطة فيها وإلى أي مدى ممكن المؤتمر هذا يمكن في المستقبل إيصار رسالة سلام ويكون نموذج ناجح يقضي فيه السواء على إطار الجمهورية اليمنية أو إطار الوطن العربي بشكل عام من خلال توصيل رسالة سلام طبعا اخترنا يوم 8 مارس لأنه هو طبعا اليوم العالمي للمرأة والمرأة معروفة أنها دائما تقدم وتضحي وتعمل رسالة سلام وكمان مناسبة أنه مرور عاما على تأسيس رابطة نساء بعيون شبابية نتمنى مخرجات تهدف للتعايش السلمي والسلم المجتمعي داخل محافظة حضرموت حضرموت هي دائما رائدة السلام في المنطقة بشكل كامل في الطال العربي يعني لها دور كبير في العالم كامل حضرموت يعني نحن يعني كحضارة علينا أن نتوافق في جميع رؤانا مهما اختلفت التوجهات مهما اختلفت الرؤى دائما نكون يعني من أجل حضرموت نوحد صفوفنا تحت سقف واحد علينا أن نتنازل كل طرف عليه أن يتنازل للطرف الآخر من أجل تحقيق الأمن تحقيق التعايش تحقيق السلام دعوات السلام كأسلوب وقائي منذ البداية هي الأسلوب الأفضل لمعالجة الكثير من القضايا وما نلاحظه في حضرموت أن الجميع يؤكد على أن السلام هو الأساس والتقارب هو الأساس ومصلحة حضرموت هي مصلحة العليا للجميع نهاية هذه الأخبار إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها رئيس الجمهورية يهلئ المرأة اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة محافظ حضرموت يكلف مديرا عاما لمديرية دوعا ونائبا لمدير عام صندوق تنمية المهارات فرع حضرموت ومديرا عاما لمطار سيئون الدولي المحافظ بن بريك يلتقي قيادة مؤسستي الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية والصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الجوازات تعلن البدء برسوم الجوازات الجديدة في جميع السفارات لقاء تربوي يناقش سير العملية التعليمية بمديرية المكلة حفل خطابي بالمكلة احتفاء باليوم العالمي للمرأة نجاح أول عملية لترميم الرباط الصليبي في ساحل حضرموت انتهت أخبار حضرموت لهذا اليوم شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة